طبعا مباراة يعني مهمة جدا 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 من نسبة نادي الأهلي مباراة المقولين النهاردة وصعبة في نفس الوقت فريق المقولين بيصرع على البقاء في بطولة الدوري هذه رقم واحد رقم اتنين هو أصلا فريق يعني كرويا كده ريخيم يعني متشاطه بتبقى صعبة جدا سواء مع الأهلي أو مع الزمالك فرقة كويسة ومحترمة حتى لو موقفهم في الجدول مش حلو يعني انت في نفس الوقت بتمر بظروف صعبة كنادي أهلي كفريق تحديدا اهتزاز في المستوى اهتزاز يعني ملحوظ في أداء اللاعبين على مستوى الصيقة كمان تحديدا ممكن يكون بالنسبة لنا مفيش مبرر لكده لكن في عوامل كتير ممكن تأدي لكده في الحقيقة يعني فانت زي تقدر تتغلب على مرحلة زي دي وتعديها على خير بإذن الله تعالى وزي تقدر تواصل منافستك على وطولة الدوري اللي من الواضح انها تستمر الاخر مباراة من الواضح كده انها تستمر الاخر مباراة في البطولة بعد نهاية شهر تمانية واحدة اياتين تمانية اخر مطش لكل الفرق يعني في بطولة الدوري فحتى لو انت مش في أفضل مستوياتك لازم تلعب بروح وده اللي بيفتقده النادي الأهلي في فترة الفاتد بمنتهى الصراحة والوضوء لو الروح عندنا عالية شوية في الملعب اسرار كبير جدا ممكن يعوض الأداء اللي مش حلو وانا بشوف حتة الأداء دي منطقية شوية ان احنا مبقاش كويسين بسبب التغيير في الجهاز الفني وسبب المباراة المتتالية اللي بشكل كبير جدا والمضغوطة والأكيد بتأثر مفيش عملية او مفيش مساحة الاستشفاء الكافي بالنسبة للعبين يعني عوامل كتير او الغيابات طبعا واصابات كتير جدا جدا في صفوف الفرقة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت وانا دايما بحب اتكلم بصراحة يعني موفي عناصر مكتش بتشارك الفترات الكبيرة اللي فاتت وجالهم فرصة دلوقتي لازم يستغلوا الفرصة دي لو هم حبين يكملوا جوه النادي الأهلي الناس اللي هي مكتش بتلعب بكده وتشتكي او مش عايز اقول بتشتكي يعني كان نفسها ان هي تشارك مع النادي الأهلي جات لهم فرصة المشاركة بالسبب الغيابات الكتيرة جدا والاصابات الكتيرة جدا فلازم يستغلوا الفرصة دي بافضل شكل ممكن لحد دلوقتي انا مش شايف ان في استغلال الفرصة دي اتمنى اتمنى لسه عندنا تسع مطشاط اتمنى ان خلال التسع مطشاط دول نشوف نجوم جديدة للفرقة في المباريات المختلفة يعني لو حد مثلا كانش بيلعب بكده فرصيته كانت التسع مطشاط دول تقولي يا جماعة انا هنا انا موجودة هو انا لعيد جامد قوي واستحق ان انا بقى موجود في جوه النادي الأهلي تلعب بمنتهى الروح باسرار عالي جدا تموت نفسك في الملعب وده دايما اللي بيحسه جمهور النادي الأهلي جمهور الأهلي بيعرف يفرق ما بين الفريق لما بيلعب بروح عالية والفريق لما يكون بيلعب وتحس ان ايه يعني عايزة ماتش يخلص الدنيا تعدي نكسب بالعافية مو من نكسب تمام لا مطلوب جدا ان روح اللعيبة تبقى عالية او في الملعب يبقى فيه اسرار كبير يبقى فيه يعني عزيمة بشكل اكبر من كده عشان تقدر تعوض تعوض الاداء السيء اللي بتظهر عليه وعشان تقدر تواصل المنافسة على بطولة الدوري وبطولة الدوري بصراحة مهمة جدا للجمهور النادي الأهلي وبالتحديد بالتحديد لما خسرت البطولة السالفات فهتبقى قاسية وصعبة على الجمهور انه بتخسر البطولة سنتين وارا بعد حتى لو ظروفك فعلا صعبة حتى لو فيه عوامل كتير جدا اثرت عليك اه بيبقى فيه تفاهم للجزئية زي دي ده امر مؤكد بس اعمل اللي عليك في الملعب موت نفسك في الملعب والباقي بقى ده بتاع المولى عز وجل لو ربنا ريد لك انك تفوز بطولة الدوري حتفوز مش مكتوبة لنا خلاص بس نبقى احملنا اللي علينا في الملعب هو ده المطلوب من لعبة النادي الأهلي مباراة المقصة والجنى المباراة تين اللي فاتوا الأهلي كسب وكسب بالعافية بس الكسب وهي هو ده الأهم في المرحلة الحالية بصراحة لكن برضو ما كناش لمسين حتى لو فيش أداء مش لمسين حتة بصنا بقى موت نفسي في الملعب حكسب بقى طريقة كل كورة داخل عليها بقوة وبشراصة و لازم اظهر بشكل كويس دي مفتقدينها شوي دي عايزينها يا جماعة في مطشط اللي جاي في التسع مطشط الحاسمين جدا جدا في بطولة الدوري فلازم نخلي بالنا من جزئية زي دي إن شاء الله إن شاء الله بإذن لنكون موفقين النهاردة من خلال الفوز على المقاولون العرب مش مهم الأداء بالنسبالي في المرحلة دي مش مهم خالص المهم إن إحنا نكسب الثلاث نقاط بأي طريقة نكسب ككورة يعني بأي طريقة في الكورة أي شكل بقى أي تاكتك أي أي عاجة اكسب وخد الثلاث نقاط وتواصل الضغط على نادي الزمالك بتقرب جدا كمان من فريق لأننا هيكون لسه ليك مباراة مؤجلة بعد مطش النهاردة مع الإسماعيل فكلها أمور مهمة أعتقد بشكل كبير ومتأكد كمان إن لعبة النادي الأهلي مدركين كل هذه الأمور والجهاز الفني اللي له كل العذر في الحقيقة خلال المرحلة الحالية الناس لسه جايين متضر للنار يعني كانوا مدربين في البرتغال خدوا الأجهزة بتاعتهم هب مفاوضات قوية مع النادي الأهلي بقوا الرجل مدرب للنادي الأهلي ومعه جهازه المعاون فدخل عطول على مبارات قوية خلينا نشوف اللقطات اللي حراركم شايفينها دلوقتي على الشاشة يعني إحنا دايما بنحاول نعايش جمهور النادي الأهلي لحظة بلاحظة لكل الأجواء الموجودة وكل حاجة بتحصل في المعسكر ودي لقطات حصرية وبشكل مباشر قبل مبارات اليوم وحنكون معاكم كمان في المحاضرة واللعابة داخل المحاضرة ومستر سوارش وأكيد كلام مهم كتير جدا حنقوله من خلال كمان زميلنا العزيز أو زميلنا العزيز العزيز في مقر إقامة الفريق فاروق صلاح اللي حدينا كل الكوليس بشكل أكبر بعد شوية لكن أنا شايف إن في حالة من حالات الجدية والتركيز على وشوش اللاعبين كده وإحنا شايفين اللقطات دي الجهاز الفني حالة كمان من تحمل المسئولية اللي هو إيه يا جبا إحنا لازم نبقى أفضل من كده ولازم نكسب كل دي حاجات مطلوبة كل دي حاجات أنت لازم تكون عامل حسابك عليها سواءك يا جهاز فني أو لعبين عشان تقدر تتخطى المرحلة دي تقدر تتخطى الصعوبات دي ديانك من اللعبة اللي في الحقيقة الفترة اللي فاتت ماشيين بشكل كويس الشوت التاني مثلا في موراة الزمالك الشوت الأول طبعا فرأ كلها كيتوحش جدا الشوت التاني في موراة نهاية كاس مصر هو نجميل نادي الأهل وابتدى يستعيد مستوية تدرجية الجنة توقف المطش اللي فات مع المقصة جاب هدف الفوز وكان عامل مبرك وويس وفي كرة كمان عملها بشكل جمالي رائع ما كانش مغفق فيها أحمد عبدالقادر برضو اللي كان معنا في الصورة في اللقطة اللي فاتت اللعيب مهم جدا محتاج يلعب بشكل جماعي أكتر عنده مهارات فردية عظيمة عظيمة بصراح بس لازم يوظفها صح وهنا ده دور المدير الفني إزاي يقدر يتعامل فيه جزئية زي دي علي لطفي بالمناسبة من المرشحين إنه هو يلعب مباراة اليوم لو الشيناوي مش جاهز بالنسبة 100% وده اللي حنعرفه برضو كمان شوية الشيناوي نجم كبير حارس مصر الأول وحارس أفريقيا الأول الاتحاد الأفريقي نفسه هو اللي قال كده قالك ده أفضل لعب في أفريقيا مش أفضل حارس بس داخل الكرة يعني فالثقة كلها في الشيناوي السقة كلها في محمد الشيناوي أي لعيف في الدنيا وارد أنه يعني يتعرض لفترة صعبة جدا من اهتزاز في المستوى ثقة مهتزة شوية كلام من ده وارد هات أحسن لعيف في الدنيا بتحصل ميسي الموسم اللي فات لي مع بريس انت جرمان اللي هو أول موسم مش هو ميسي فالشيناوي محتاج مسندة وثقة من الجمهور لأن يعني مسيرته مع النادي خير دليل على مدى إمكانياته ومدى قيادته الفريق ومدى يعني جدرته بالتواجد داخل النادي الأهلي فدي كلها أمور أكيد منصك فيها وعارفينها كويس جدا بخصوص نجمنا محمد الشيناوي يعني علي لطفي برضو نزل الموسم اللي فات كان يعني كويس ما اختبرش بشكل كبير لكن في نفس الوقت أمور كلها مهمة جدا طيب موسيقى موسيقى شكرا